اترجى الامام البخاري ورحمه الله بصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم مربعا على الارض ومد خطا من داخل هذا المربع الى خارجه وخط خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل داخل هذا المربع ثم قال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا امله اي اشار الى الخط الطويل الذي خرج من هذا المربع قال هذا امله ثم اشار الى الخطوط القصيرة قال وهذه الاعراض اذا نجى من عرض نهشه الاخر فهذا يبين لنا ان المرأة من يوم ان يولد الى ان يموت وهو عرضة للمصائب والانكات قال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد اذا اذا كانت الحياة كذلك فلا بد من دواء وقد تعددت الادوية النبوية والقرآنية ومن احسنها ما رواه ابن حبانة واحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اصاب عبدا هم ولا حزن الا قال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني الا كان حقا على الله عز وجل ان يبدل همه فرجا وحزنه فرحا قالوا يا رسول الله افلا نتعلمهن قال حق لمن سمعهن ان يتعلمهن حق اي واجب وفريض ما اصاب عبدا هم ولا حزن ما منا من انسان الا اصيب او ينتظر مصيبة كلنا هذا الرجل اما مصاب حقيقة او هو ينتظر مصيبة لان الله عز وجل قال لقد خلقنا الانسان في كبت وفي معاناة وفي مشقة فالذي يتصور انه من يوم ان يولد الى ان يموت لا يبتلى فقد ظن باطلا وقد ظن عجزا ومن دخل الحرب وهو يظن انه لا يصاب فقد ظن عجزا فطالما اننا جميعا هذا الرجل فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به يشتمل على التوحيد وعلى العبودية اللهم انا عبدك انا عبدك وابن عبدك وابن امتك اي انا عريق في العبودية وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من ذكر هذا البيت في جلوسه وقيامه ومشيه وسفره وترحاله كان يقول انا المكدي وابن المكدي كذلك كان ابي وجدي فلذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نكره ان نقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل اي ما شاء فعل وهذا قدره فادي معنى ناصيتي بيدك كل شيء يكون في هذه الدنيا انما تكون على وفق ما اراد الله فاياك ان تضع اختيارك في مقابل اختياره فتشقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا اختار لك فلا تختر لنفسك فانك لا تدري ما تحت شراك نعلك كثير من الناس الذين يخرجون ويموتون او يصابون بمصائم ما خطر ببالهم قط ان يصابوا والخير اقرب الى شراك النعن والشر كذلك